hello my dear students today we are going to take final revision for the first term before we before the same it will be very good to you طبعا احنا عندنا الامتحان بتاعنا بيبقى اول اول question فيه بيبقى عبارة عن listening اه ال question number two بيبقى عبارة عن dialogue complete the following dialogue طبعا ال dialogue بتاعنا السنة دي المطلوب مننا في ان احنا نعمل اه full respond او full answer او full question فعشان كده احنا لازم نقراه كويس ونشوف هو مطلوب مننا ايه بالضبط question ولا مطلوب مننا answer to the question طيب تعالا كده نشوف شوية انثلة على النوعية السؤال ده تعالا كده نشوف ال number one عندنا او ال dialogue number one بيتكلم كده او احنا طبعا لازم نعرف او لازم نشوف هو ال dialogue بيتكلم عن ايه بيقول لي كده باسما is asking her about her daily routine طبعا احنا عندنا هنا two girls are talking together بيتكلموا مع بعض about her daily routine بتسألها عن اليوم بتاعها طيب باسما بتسألها بتقول لها كده hi when do you usually get up طبعا هنا ده ال question question لازم ابص عليه كده هو بدق بايه بwin بدق بكلمة win طبعا هنا لازم افهم بالضبط win دي مطلوب مني فيها الانسر بتحتيه بقى على طول لازم اجاوب بتايم اما يقولي كده win the usually get up اقول لك مسلا i usually انا عايزة بقى اجابة كاملة هنا get up ودي وقت عندي مثلا at seven am تمام كده طيب نشوف ال question التاني هنا مطلوب مني question عرفت ازاي ان هو مديني question mark يبقى انا هنا عايزة اه سؤال الانسر بتاعته بيقولي i go to school by bus i go to school by bus يبقى هنا how do you go to school يبقى هنا i go to school by bus اوكي question اللي بعد كده when do you get up برضو هنا دي اسأل بwin يبقى انا هنا عايزة time يبقى هنا عايزة time يبقى لك مثلا i get home يعني بروح البيت امتا when do you get home i get home مثلا at two او ممكن نكتبها كده bm بروح الدهر اساعة اتنين طيب what do you do in the evening ايه بقى اللي بتعمله انا بتكلم عندي اللي روتين بقى يقولك مثلا i sometimes play مثلا game with my sister مثلا i sometimes watch TV with my family زي ما يعجبك i always sleep at night ها يبقى الكوشن هنا انا عندي at night بتسأل عن ايه when do you always sleep بتنام على امتا يبقى at night i always sleep at eight تمام ده الديلوج نومبر وان تعال نشوف نومبر تي بيقولي كده ايما is asking omar about his bedroom طبعا بيسأله كده اكيد هيسأله الbedroom بتاعتك صفاتها ايه فيها ايه بتعمل ايه الحاجات اللي فيها طيب تعال نشوف ايما بيسأل كده do you have a bedroom in your home طبعا عندي هنا ال question بدء بجوه يبقى دعا لتقول yes or no question هدى هو اقول ممكن اقول yes او اقول of course yes of course او شور مثلا طيب تعال كده نكمل يقولي yes there is a big bid in it yes برضو عندي هنا الاجابة بيس يبقى انا هنا yes or no question برضو هبتدي عندي هنا auxiliary يبقى هستخدمه is there a bid in your bedroom فطبعا قالو شور yes there is a big bid in it where do you put your clothes where do you put your clothes اكيد i put my clothes in my wardrobe okay سؤال اللي بعد كده بيسأل سؤال الاجابة بتعته i put my books in a big book shelf i put my books in a big book shelf يبقى where نفس الكويتشن اللي فوق ده بس ها غير كلمة clothes ها غير بدالها احط بدالها books يبقى where where do you put your books طب وكتبك بتحطها فين قالو in a big book shelf طيب do you love your bedroom do you love برضو yes or no question اكيد هتقولو sure او تقولو yes of course او تقولو yes i do كل الاجابات دي صح نشوف الديالوج اللي بعد كده بيقول هند what time do your school start what time do your school start مدرستك بتحطي امتا هنا برضو هجاوب بtime او بزمن يبقى my sorry my school start نخلي بالنا قوي من الازمنة at مثلا 8 am جمال سؤال اللي بعد كده سأل سؤال اجابة بتاعت no i don't have my breakfast before school yes or no question عندي auxiliary تضيبعه على طول يبقى do you طبعا الاي هنا هتبقى you do you have your breakfast before school طبعا طبعا نخلي بالنا من تغيرات وضمع طبعا i هتتحول you my هنا هتبقى your do you have your breakfast before school فقال له no I don't have my breakfast before school طيب سألوا برضو سألوا I have got eight lessons every day I have got eight lessons يبقى أنا هاتقل بهنا the how many lessons أجيب auxiliary do you أو ممكن هنا هستخدم have you got how many lessons have you got every day الإجابة عندي قال له I have got eight lessons every day هنا بيسأل سؤال we can play and talk at break we can play and talk at break يبقى هنا هيقول لك كده when can you طبعا وين هنا هنحولها اليو when can you play and talk أنت مسموح لك أن أنت تلعب وتتكلم فقال له add break طيب where can you play طب تقدر تلعب إمتا يبقى هتقول له كده I can أو فين أسفة I can play مثلا in the playground تمام نشوف اللي بعد كده number four بيقول لي salma is asking salma is asking dina about her city salma is asking dina about her city بتتكلم معايا عن المدينة بتاعتها أول حاجة salma بتسألها سؤال فازينا ردت عليها قلت لها I am from الفيوم سؤال شائع جدا معروف جدا يبقى where are you from where are you from قلت لها I am from الفيوم بعد كده سألتها سؤال yes it's a beautiful city yes or no question سهلة جدا وعند الأجزلاري جاهل يبقى is it a beautiful city is it a beautiful city yes it's a beautiful city who do you live with مع مين تقول لها كده I live with my family عيشة مع أسرتي طيب تسألها برضو سؤال الإجابة بتاعته my favorite subjects are math and science برضو سهل جدا what are your favorite subjects قلت لها my favorite subjects are math and science nice to meet you طبعا هتقول لها nice to meet you too تمام كده كده تعال كده نشوف اللي بعضه موسيقى نشأل موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر